في الضالع شنت قوات الجيش الوطني قصفا مدفعيا مكثفا على مواقع تجمعات ميليشيات الحوثي الانقلابية غرب محافظة الضالع وقالت مصادر محلية أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تجمعات للميليشيات الحوثية في مواقع شمخان بتار غرب حجر مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى لعناصر الميليشيات وضفت المصادر ان استهداف مدفعية الجيش مواقع للميليشيات الحوثية ردا على قصف عناصرها منازل المواطنين في قرية المشاريح وما جاورها واضحت المصادر ان القصف اعقبه اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش وميليشيات الانقلاب في جبهة المشاريح بمنطقة حجر وتم تكبيد الميليشيات خسائر فادحة في الارواح والعتاد